بنتنا المتصلة الاخيرة الله يكرمها كانت بتسأل في مشاكل طبعا مع الزوج واضح وفي طلاء وفي طبعا هي في بيت اهلها ومعها ابنها في حضانتها وواضح طبعا هناك قضايا متبادلة بين الزوج وبين الزوجة وهذا غلط غلط يا جماعة احنا دخلنا بالمعروف كان واجب نخرج بالمعروف ايضا لا تنسوا الفضل بينكم يعني يوما ما كان زوجا لك ويوما ما كنت زوجة له وهو سيبقى ابدا الابد هو والد ابنك فسيبقى ابنك منسوبا الي وانت ايها الزوج الكريم هي زوجتك التي تزوجتها على كتاب الله وسنة رسوله لماذا لم تعملها بالمعروف الذي امر الله عز وجل به حين قالوا عاشرهن بالمعروف طيب لماذا لما اشتدت المشاكل فيما بينكم لم تستعينوا بالله عز وجل على حل هذه المشاكل بكثرة الصلاة والذكر والاستغفار والدعاء لله عز وجل ان يصلح حالكم وان يصلح ما بينكم طيب لماذا لم تلجأوا الى حكم من اهله وحكم من اهلها عسى الله عز وجل ان يكتب بينكم الصلح حيث قال ربنا عز وجل والصلح خير كانت هناك فرص كثيرة ولماذا اصلا لم تحتملها ايا كان يعني سلوكيات ولا معاملات وانت ايتها الزوجة الكريمة يا بنتي الله يكرمك لماذا لم تحتمل ما وجدتي من اذى من هذا الزوج ونصبر على هذا الاذى والصبر اجره عظيم عند الله تبارك وتعالى والامام الشافعي لما ذكر معنى المعروف الذي امر الله عز وجل به في كتابه قال لا يكون المعروف معروفا الا بتحقق ثلاثة شروط الشرط الاول ان يحسن كل طرف الى الطرف الاخر الشرط التاني ان يكف كل طرف اذاه عن الطرف الاخر الشرط التالي كلنا محتاجين ان يصبر كل طرف على ما يجده من اذا الطرف الاخر بالله عليك يا اخي الزوج لو انك فعلت المعروف بهذه الاركان التلاتة احسنت اليها ما استطعت واحتملت ما وجدته منها من الاذى وكففت اذاك عنها ما استطعت هل تكون بينك وبينها مشاكل وانت يا بنت الله يكرمك لو انت حققت هذا المعروف بالصورة التي امر بها الله عز وجل في كتابه فاحسنت اليه ما استطعت الى ذلك سبيلا وكفيتي اذاكي عنه ما استطعت الى ذلك سبيلا واحتملتي ما وجدتيه منه من الاذى ما استطعت الى ذلك سبيلا كانت الحياة هتمشي والمركب هتمشي ما فيش بيت الا وفي مشاكل حتى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كانت فيها من المشاكل والخصومات والشقاء ويتذكره لما النبي عليه الصلاة والسلام غضب من الكل الزوجات التسعة وبات في المسجد عليه الصلاة والسلام ينام ترك لهم البيوت ما طرتش ولا غدم ولا ضرب ولا شتم ولا طلق عليه الصلاة والسلام انما ترك لهن البيوت وذهب ينام في المسجد تسعة وعشرين يوم عليه الصلاة والسلام حتى قال الناس لما شافوا حاله كده انه هو طلق نساءه صلى الله عليه وسلم لكن هو كان يصبر وكان يحتمل رغم أنه أحسن من أحسن إلى الزوجات كما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام الشاهد إحنا وصلنا الآن لمرحلة من الخصومة الزائدة والقضايا والكلام ده لكن خد بالك يا بنتي أنا عارف يمكن هناك تعنت من الزوج في دفع النفقة اللازمة لابنه وده غلط والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وما في الزوج في الدنيا ولا أب في الدنيا يرضى أن حماه يصرف على ابنه ولأن خال ابنه يصرف عليه ولأن حماته جدة ابنه تصرف عليه داعب وحرام وتقصير وتضيع للولد وترسيب في نفسية الولد يوما ما هيتذكر كل هذه الأمور فيما بعده العياد بالله وتعمل مشكلة نفسية عميقة بين الولد من ناحية وبين الأب اللي هو رافض ينفق على ابنه من ناحية تانية لكن مع ذلك يا بنتي تصرف يبقى أقل العقوبة ما تشوفش الولد لكن بينه وبينك بنتي أنا أهمسه في أذنك إحنا مش بنعقب الولد بس دلوقتي أصلي مش بنعقب الزوج بس دلوقتي ده احنا بنعقب الزوج وهو يستحق في حالة ما إذا كان مضيع فعلا ولا ينفق على ابنه ولكن بنعقب الولد أيضا بنفس العقوبة اللي بنعقبها للزوج والولد مسكين لا ذنب له ولا حيلة له ولا سبيل فإحنا عايزين نشوف صيغة وسط بعد نشوف حد من أهل الخير يتوسطه ويعني بدل ما بيشوفه كل شهر نخليه مثلا نشوفه كل أسبوعين بدل ما بيشوفه كل أسبوعين نخليه نشوفه كل أسبوع خاصة وإنه هو بدأ يعمل بادرة من البوادر الطيبة إنه بدأ يدفع مصاريف الولد فمدام بدأ يدفع ابنتي مصاريف الولد فنخليه بدل ما يشوفه كل أسبوعين يشوفه كل أسبوع بدل ما بيشوفه ساعة يشوفه ساعتين زي ما بالنظام اللي انتم ماشيين عليه ويعني لو جات مثلا كبادرة خير منكم ايضا انكم تسيبوا الولد يفتن مع ابوه يوم والحاجة في رمضان كبادرة من بوادر النية الطيبة في مقابل انه هو بدأ يدفع النفقة بتاع ابنه ده يكون احسن في رمضان على الاقل تعملي خير في الولد انه هو يتمتع بابوه زي ما هم يتمتع بامه وفي نفس الوقت ندي الحق للاب انه يشوف ابنه في التوقيت المناسب وبالطريقة اللي هو شايفة تقنعه في هذه الحالة